استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في قصر سموه في زعبيل صباح اليوم مع علي وانك تشي تان نائب رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة والوفد المرافق ورحب سموه بالضيف الصيني الكبير واتجاذب معه بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولعاه دبي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم نائب حاكم دبي الحوار حول سبل تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية القائمة بين دولة الامارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية معتبرا سموه تبادل الزيارات بين القيادات والمسؤولين في البلدين عاملا مهما في دفع هذه العلاقات وإعطائها زخما أكبر وصولا إلى تحقيق الأهداف والمصالح الوطنية العليا لشعبيهما وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم على عمق علاقات الصداقة والتعاون التي تربط بين الجانبين على مختلف المستويات وفي شتى المجالات الاقتصادية والثقافية والسياحية والإنسانية وأهنأ نائب الرئيس الصيني صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على إطلاق القمر الاصطناعي خليفة سات صباح اليوم مشيدا بكفاءة شباب الإمارات وقدرتهم على محاكاة الدول المتقدمة في مجال الوصول إلى الفضاء وتوظيف هذه الابتكارات من أجل خدمة وطنهم وشعبهم وخدمة البشرية عموما كما أكد معالي وانك تشي تشان مشاركة بلاده في معرض إكسبو 2020 التي تستضيفه دولة الإمارات في دبي منوها بأهمية هذا الحدث الدولي الاقتصادي الثقافي والسياحي الكبير آملا أن يحقق نجاحا فريدا حضر اللقاء والمباحثات السمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد المكتوم للمعرفة وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد المكتوم ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل ومعالي سلطان بن صعيد المنصوري وزير الاقتصاد ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون الخارجية ومعالي ريم بن تبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومعالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة رئيس بعثة الشرف المرافقة للضيف وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي وسعادة علي عبيد علي الظاهري سفير الدولة لدى جمهورية الصين الشعبية وسعادة ني جيان سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة ترجمة نانسي قنقر